السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ما قالك هذا قانون بواسون او قانون تلحدين انت لازم اول شيء او انت لازم تميزي حاجة اللي هي تشوفين حجم العينة ولنسبة الاحتمال والنسبة يعني نحن بنعرف انه توزيع بواسون لازم تكون نون اللي هو حجم العينة اكبر من 30 ولام نسبة الاحتمال اصغر من 10% اذا طبقت هاي الشرطين طبق هذول الشرطين على المعطيات اللي بالسؤال اذا هذا توزيع بواسون اذا لا كانت مثلا نون اصغر من 30 ولام اكبر من 10% فهذا توزيع ذو الحدين يعني عندي اول شرطين بتوزيع بواسون او عشان اعرف السؤال هو ايش يبغل انه ممكن ما يقل لي هذا توزيع بواسون ولا يقل لي هذا توزيع ذو الحد اللي ممكن يعطيني معطيات بس وعاد تعال ان تطلع المطاليب اوكي طبعا توزيع ذو الحدين مثل ما قلنا النون حجم العينة اصغر من 30 واللام اكبر من 10% وبواسون العكس لام اصغر من 10% ونون اكبر من 30 خلونا نشوف هلأ توزيع بواسون كيف طريقة الحل فيه تمام اول شي اعن بيقل لي هذا السؤال اذا هذا طبعا هذا السؤال نفس السؤال اللي ذكره الدكتور في المحاضرات الحية اللي شرحه اليوم وصار عليك شوية لبس وامور معينة طبعا اللبس هو بامر واحد اللي هي قيمة الهاء ناء والسالب ميم الهم يعني هاء والسالب ميم هل هو بيعطيني اياها جاهزة ولا بيعطيني اياها مجهولة طبعا في كل الحالتين هي ما هي قضية ولا هي امر صعب هي كلتا يعني معطيات بتجيبها من السؤال وبالال الحاسبة كمان بتحله طبعا نحنا بنعرأ هوني اول شي بالسؤال هذا عم بيلك اذا كانت نسبة المعيب في انتاج احد المصانع هي صفر فاصلة واحد صفر فاصلة عفوا صفر واحد تمام سحبة عينة عشوائية من انتاج المصنع حجمها خمسين يلا تعال شوف هذا توزيع ابواسون وتوزيده الحدين عم بيلك حجم العينة خمسين اذا النون اكبر من ثلاثين تمام من طبق اول شرط من شروط توزيع ابواسون اللي هي هاي حجم العينة اتنين عم بيلك اذا كان نسبة المعيب هي عشرة بالمية ليه صفر فاصل صفر واحد تمام اذا كانت اللام اصغر من عشرة بالمية والنون اكبر من ثلاثين بالمية اذا هاي توزيع ابواسون يلا شو المعطيات اللي اعطاني اياها في السؤال اول شي انت لازم تكون عارفوا اللي هو قانون بواسون لازم تكون حافظوا بصم قانون بواسون يساوي حاء سين تساوي هاء والسالب ميم في ميم والسين على مضروب سين تمام اول خطوة اللي هو انك تكون حافظ القانون تاني خطوة هي لازم تطلع المعطيات طبعا هاء والسالب ميم هاي رمز الهاء بتطلع منها بالآل الحاسبة هلأ بلكن كيف منطالوا بس ميم سواء ميم هاي او السالب ميم كيف بطالوا طبعا انا عندي قانون بيقلك ميم ميم تساوي نون في لام تمام ميم تساوي نون في لام طبعا كم قيمة النون وكم قيمة اللام هي موجودة عندي بالسؤال هاي قيمة اللام اللي هي 0.01 وهي قيمة النون اللي هي حجم العين وتساوي 0.01 ضرب 50 تعالى الآلة الحاسبة كتب 0.01 ضرب 50 يساوي 0.5 إذن أنا عندي الميم تساوي ميم تساوي 0.5 تمام ممتاز جدا 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 أنا الآن طلعت قيمة الميم هلا أنا بيجعل المطلوب التاني اللي هو الهاء طبعا الهاء بتطلع إذا ما عطاك ياها جاهزة لا نحن بدنا نحل يعني مثل معطيات السؤال بهذا السؤال هاء والسالب ميم ما عطني يا جاهز تمام أنا بالآلة الحاسبة أمامك في الآلة الحاسبة تعالوا نجيب الآلة الحاسبة كيف بطلع كيف بطلع هاء والسالب ميم طبعا أنت أول شي بتسوي بتضغط shift بعدين بتضغط هذا الرمز اللي هو اللي تحت اللغة رتم لما بتضغط shift ثم آآ زي لنا واحد بعدين هاد أول شي shift بعدين هذا الرمز اللي هو تحت اللغة رتم بطلع عندك بالآلة الحاسبة على صفحة الآلة الحاسبة على شاشة الآلة الحاسبة بطلع عندك هذا الرمز تمام أنت بتروح بتعبي قيمة نحن طلعنا قيمة الميم 0.5 نص أنت روح بتروح بتعبي هون سالب ميم بتعبي بهذا المربع بتحط ناقص اللي هو هذا الرمز وبتكتب سالب عفوا بتحط بتحط خمسة بتحط جوه المربع سالب خمسة يعني 0.5 بتحط قيمة الميم اللي هي سالب نص سالب point طبعا الكتاب معلش ما عم باف اكتب بالماوس المهم يعني بتحط قيمة قيمة ميم بس بتحط معها سالب لأنه بالقانون ها والسالب ميم انت بتحط shift lin بعدين بيطلع معك هذا الرمز مكتوب على الشاشة الالة الحاسبة هون بتحط قيمة سالب ميم نحن عنا ميم طلعت نص هون بتحط سالب نص وبيطلع عندك الناتج تبع اذا طبقت بالقال الحاسبة حطيت shift lin shift lin سالب نص بيطلع عندك بالقال الحاسبة shift lin بيطلع عندك 0.606 يعني قيمة الحد هذا ها والسالب ميم تساوي طبعا حق سين من وين بدي جيب من وين بدي جيب قيمة السين خلينا اول شي بالحد الفؤان نعبي تمام افتح قوس طبعا حط طلعنا نحن قيمة ها والسالب ميم اللي لنا 0.606 في ميم طلعنا قيمتها اللي هي 0.5 قوس سين من وين بجيب قيمة السين قيمة السين تلاقي موجودة في فرضية السؤال عم بيقول لك الفرضية اللي لا نجد بها وحدات معيبة يعني سين تساوي 0 اس 0 تمام وتسكر القوس قسمة مضروب سين تمام كيف بدي طلع مضروب سين نحن اتفقنا انه سين اول مرة تساوي صفر صفر تمام كيف بدي طلع مضروب الصفر كمان برجع الال الحاسبة وبضغط shift لا عفوا بضغط اول شي الرقم اللي هو كم طلعنا قيمة السين صفر بالفرضية الاولى تكتب صفر بتحط بالقال الحاسبة اول شي بتكتب صفر بعدين بتحط shift بعدين بتحط قيمة اللي هي المضروب السين واحد اتنين ثلاثة هيك بالترتيب هو شي بتكتب هاد الصفر اللي هو قيمة السين بعدين بتحط shift بعدين بتضغط اللي هو رمز الاكس السالة بواحد بيطلع عندك علامة التعجب بيطلع عندك بالآل الحاسبة بيطلع عندك صفر وجنبه علامة التعجب هذا هو مضروب الصفر طبعا مضروب الصفر بساوي واحد تقسيم صفر بتطبقن بالآل الحاسبة بتكتب نفس الشي صفر فاصلة ستة صفر ستة في صفر فاصلة خمسة والصفر قسمة مضروب الصفر اللي هو الواحد طلع الناتج صفر فاصلة وتساوي صفر فاصلة ستة صفر ستة طبعا بالتقريب بالتقريب نحن كيف منقرب منطلع على ثالث رقم بعد الفاصلة هذا أول رقم هذا ثاني رقم هذا ثالث رقم نحن منطلع على هذا الرقم اللي هو ثالث رقم بعد الفاصلة ومنشوفه إذا كان إذا كان هذا الرقم أكبر من الخمسة الرقم الثاني اللي بعد الفاصلة الرقم الثاني اللي بعد الفاصلة منزيده واحد يعني بصير عندك صفر فاصلة ستة واحد مثل جواب الأستاذ يعني إذن الحل على ثلاث مراحل أول شي القانون لازم تكون حافظه اتنين بتكتب المعطيات اللي هي الميم أوه شو اسموه والسين السين بتجيبها من فرضية السؤال والميم بتجيبها اللي هي من خلال إذا كانت مع إذا كان اعطاك يا جاهز ممكن يعطيك يا جاهز الحمد لله بيعطيك المتوسط جاهز هذا الشي كويس اذا ما اعطاك المتوسط جاهز بتطلع من خلال نون في لام نون عندي اياه صفر فاصل صفر واحد ولام عندي اياه خمسين تضرب بالآلة الحاسبة صفر فاصل صفر واحد في خمسين قد يعطيك اللام نسبة مئوية قد يقل لك آآ تسعة بالمية انت بتروح الآلة الحاسبة مثلا اذا اعطاك ياها تسعة بالمية بتكتب تسعة تقسيم مية تساوي شوف صفر فاصل صفر تسعة ممكن يعطيك ياها خمسة بالمية بتكتب انت بالآلة الحاسبة خمسة تقسيم مية تساوي بيطلع عندك الجواب اوكي اذا اول شي القانون او لا قبل قبل ما تشوف القانون بتشوف انت بالسؤال اللي هو المعطيات هل هو قانون بواسن ولا قانون ذو الحدين عشان تعرف تطبق اي القانونة اذا كانت لام اصغر من 10% ونون اكبر من 30% هذا بواسن قانون بواسن هاق السالب ميم في ميم السين على مضروب سين عندك حالتين بالقانون قد يعطيك الحد جاهز له هاق السالب ميم قد يعطيك جاهز وقد ما يعطيك يا جاهز انت بالطالع وقد يعطيك ميم جاهز بالسؤال المتوسط قد ما يعطيك يا جاهز اذا عطاك ياهون جاهزات الحمد لله بالطبق تطبيق مباشر ما يعطيك ياهون جاهزات اول شي بتطلع قيمة الميم اللي هو المتوسط نون في لام طبعا عطيك قيمة نون وعطيك قيمة لام بالسؤال تضربهنه ببعض بتطلع قيمة ميم بعدين بتطلع قيمة هاق قيمة هاق بنطلعها لنا بالآلة الحاسبة بنطلع قيمة هاق بالآلة الحاسبة اللي هو بتضغط shift بعدين بتضغط لين بيطلع عندك هذا الرمز بالآلة الحاسبة بتطلع عندك هذا الرمز قدامك بالآلة الحاسبة بيطلع هيك بتطلع عندك هذا الرمز هون بالآلة الحاسبة انت بتعبي هون جوات المربع قيمة ميم بس بالسالب طبعا مين كيف نوين جبنا قيمتها من هو خلال القانون المتوسط نون في لام بسان بهذا السؤال كانت سالب نص عفوا نص انت بتحط بهذا المربع بتكتب فيه سالب بتحطي رمز السالب هذا هون موجود سالب بعدين بتكتب سالب صفر فاصلة خمسة وبتحط يساوي ثم تطلع لك قيمة اللي هو هاء والسالب ميم هاي اذا ما اعطاك اياها جاهزة واذا اعطاك اياها جاهزة الحمد لله وكان بها تمام وبتروح بتطبق كمان بتخلص عبيت انت عبيت السطر الاول السين بتجيبه من خلال فرضية السؤال انت عبيت الهاء والسالب ميم جبتها وجبت الميم نص السين السين بتجيبه من خلال فرضية السؤال طبعا هذا السؤال عننا عم بيقول لك ألا نجد بها وحدات معيبة يعني سين تساوي صفر بتحط ميم الصفر على مضروب السين كمان نحن قلنا مضروب السين منطلعه من خلال كمان الآلة الحاسبة بالطريقة التالية بتحط شفت لا اول شي بتكتب الرقم نحن طبعا عننا بهذا السؤال السين تساوي صفر تحط صفر ثم شفت ثم هذا الرمز تمام بيطلع عندك قيمة مضروب السفر بعدين تكتب يساوي بتحط يساوي بيطلع عندك قيمة مضروب السفر اللي هو صفر ألام التعجو وبيطلع عندك قيمة مضروب السفر وبتعبيهم خلاص بتحط يساوي بيطلع معك الناتج بس حاول انك او انت وعم تحلوا او انت وعم تحلي دايما تحط اذا بدك تكتبهم كلياتهم سوا حاول تحط أقواس مشان ما يطلع عندك الناتج غلط حط قوس افتح قوس اول شي بعدين علامة الكسر هاد بيطلع عندك بسط ومقام بتكتب بتحط قوس قوس بتفتح قوس وبتسكره بتكتب جواته قيمة الحد اللي هو الأول اللي هو هاق السالب ميم بعدين بتسكر القوس بتحط في ميم قس طبعا هذا علامة القس اذا كان اتنين او هاد علامة القس اذا كان اصغر من 2 اللي هو صفر وواحد او اكبر من 2 3 4 5 6 تستخدمون بتحط ميم قس تضغط هاي الاشارة دائما حاول تستخدمه احسن قس تسالب 3 4 5 6 على حسب فرضية السؤال قس سين سين بتجيبها مما تكون موجودة من فرضية السؤال وبتسكر القوس وبتنزل لتحت كمان بتعمل نفس هاي العملية بتحط مثلا صفر شفت مضروب هاي الاشارة المضروب مضروب سين وبتنزل يساوي بيطلع لك الناتج ان شاء الله ناتج صحيح اذا ما طلع لك الناتج متل ما موجود بالاختيارات مثلا انت طلع معاك الناتج هيك صفر فاصل ستة صفر ستة وعندك بالاختيارات هيك هيك اختيار بس ما عندك مثل هذا الاختيار خلص اختار هذا لانه هذا اقرب لك يا الدكتور لاقرب عشرة ننتقل للسؤال اللي بعده عم بيئلك مثال اذا كان متوسط ليه كون عطاك المتوسط عطاك الميم جاهز متوسط عدد الحرائق التي تقع في احدى المتون الكبرى هو اثنين تمام عطاك ميم تساوي اثنين مستخدم توزيع بواسون ممتاز كمان قال لك بواسون خلص عطاك انه توزيع بواسون ممتاز ما هو احتمال ان يقع في احدى السنوات واحد حادث حريق واحد فقط تمام بما انه قال لك هيك هون معناته سين خلينا نغير اللون سين تساوي واحد ثلاثة حوادث حريق سين تساوي ثلاثة عدم وقوع اي حادث حريق سين تساوي صفر طبعا طالب القيم المتوقع والتبين هذول اللون شغل تاني انت مباشرة بتروح وتكتب قانون بواسون تمام وبتحط المعطيات تمام عطاك الميم جاهزة تحط ميم تساوي اثنين تمام اذا اعطاني الميم جاهزة واول سؤال اول فرضية السين تساوي واحد ممتاز اذا عندي هذا الطرف جاهز وعندي المقام جاهز اذا بقي لي ها والسالب ميم ما عطاني يا جاهز تمام بقول له مشكور يا دكتور لا تعطيني يا جاهز نحن ما نجيبه بتروح الالة الحاسبة تمام ها مثل ما قلنا بتحط shift بعدين بتحط لن بيطلع عندك هذا الرمز بتحط بتكتب جواته والسالب ميم شو هي ميم كم قيمتها اعطاني الميم قيمتها 2 يعني بتحط اي والسالب 2 بتكتب جوات هذا المربع سالب 2 بيطلع عندك ناتج اذا جيت او اذا جيت يتطبق بالالة الحاسبة shift لن 2 طلع عندك لا عفوا والسالب لن shift لن سالب 2 طلع عندك 0.135 تمام اذا بتقول له الهاء تساوي 0.135 ممتاز والسين اول مرة افترضها وتساوي 1 ممتاز مضروب السين بالالة الحاسبة كمان يلا روح الالة الحاسبة حط حط اللي هي سين لن افترض 1 shift x علامة تعجب تحط هوني بيطلع عندك الجواب وتساوي بالالة الحاسبة بتساوي 1 shift مضروب الواحد هو واحد وتساوي واحد تمام واذا قلنا سين علامة تعجب تساوي أو مضروب سين واحد مضروب السين اللي هو لسين واحد سين تساوي واحد اوكي يلا روح طبق بالقانون افتح نفس الشي افتح اول شي ضغط علامة الكسر تمام بعدين افتح قوس جواته طبعا شو طلع معنا قيمة ها ها السالة بميم 0.135 في كم في ميم السين ميم السين اللي هي كمام تفتح قوس ميم كم قيمة الميم 2 قيمة الميم بالسؤال اعطاني اياها قيمة المتوسط 2 السين كم السين تفتح كمام تضغى تكتب هوني اول شي تضغط علامة كسر مشكلة كتابة بالقابة هذا الرل مرة مرة متعبة بتحط تفتح قوس بتحط 0 فاصلة 1 3 5 وتسكر القوس في تفتح قوس ثاني بتحط 2 اللي هي الميم قوس سين بتضغط تختار هذا الرمز اللي هو اكس ومربع فاضي بتكتب جوات المربع بتطلع عندك بوكس صغير بتكتب جواته 1 وتسكر القوس على مضروب سين كم مضروب سين لما كان سين تساوي 1 يساوي 1 على 1 يلا طبق طبقوا طبقوا بالآل الحاسبة معاكن على 1 تطلع الناتج 0.27 آه خلانا اتأكد بس ايوه مضبوط يطلع بيطلع معاك الناتج 0.27 هاي هوني حق واحد تساوي 0.27 هلا هلا بدنا هاق 3 هاق 3 كم تساوي يلا طبق نفس الشي الميم موجودة تمام طلعناها اللي هو المتوسط موجود بالسؤال والهاق كمان خلصناه طلعناه بس هالمرة هالمرة السين تساوي 3 طيب وبدنا نحن مضروب سين اذا قلنا السين 3 مضروب تساوي بالآلة الحاسبة كمان بتروح للآلة الحاسبة وبتعمل تضغط 3 بعدين shift بعدين هذا الرمز ساوي بالآلة الحاسبة ضغط 3 shift مضروب بطلع عندك 6 ساوي 6 تمام هوني 6 يلا روح طبق بالآلة الحاسبة حط على مقلب الكسر بعدين افتح قوس القوس الأول القوس الأول نحن طالعنا قيمته اللي هو ها والسالب ميم 0.135 0.135 0.135 تمام تسكر القوس تحط فيه تفتح قوس تاني ميم 2 وسين 3 قوس 3 قوس 3 سكر القوس على مضروب السين مضروب الثلاثة طلعت معانا 6 يلا تساوي يلا طبقوا بالآلة الحاسبة 0.135 0.135 0.135 0.135 فيه افتح قوس تاني عبي جوه القوس ميم 2 وس تفتح تستخدم اللي هو اللي الـ الـ اللي فيه بوكس بوكس فاضي بتكتب جوه البوكس 3 على مضروب السين اللي هو 6 يساوي طلع الناتج 0.18 تساوي 0.18 طبعا هاي رقم 3 ماني حالو انتو حلو اوكي رقم 3 بتطبق نفس الشي الميم هو نفسه والهاء هو نفسه بس هالمرة انا بدي طلع لك سين تساوي صفر اوكي وسين مضروب بالصفر يساوي بالآلة الحاسبة بتروح يلا بتكتب صفر shift هذا الرمز تحط يساوي يلا كلكم بالآلة الحاسبة بتكتب صفر shift اكس سالب واحد بيطلع معك الناتج واحد تمام انت طلعت مضروب الصفر هلا ساوي واحد يلا وطبق طبق بالقانون يلا افتاح قوس رجع احط نفس كرر نفس العملية بتحط رمز الكسر بسط مقام بتكتب جواته اول شي قيمة القوس الاول هي واحد السالب ميم عفوا هاء السالب ميم صفر فاصلة واحد ثلاثة خمسة تسكر القوس في ميم احنا مطالعين اثنين وهالمرة السين صفر طبعا اي شيء الصفر يساوي واحد على مضروب الصفر نحنا طالعنا مضروب الصفر واحد تساوي يلا طبوا بالآل الحاسب يلا افتاح بسط ومقام حط وفتاح قوس 0.135 سكر القوس في افتح قوس ثاني اثنين واضغط الاكس اللي هو بوكس مو اكس اثنين لا اكس ابو بوكس فاضي ابو بوكس مربع ما فيه شيء سكر القوس على واحد ساوي واحد اللي هو طلعت عندي نفس قيمتها وتساوي 0.135 تكتب هون انت حق صفر تساوي وين راح حق صفر تساوي 0.135 طيب طالب القيمة المتوقعة والتباين تمام القيمة المتوقعة بقانون بواسون أو ممكن أعطيك شغلة أسهل بقانون بواسون القيمة المتوقعة تساوي تساوي التباين تساوي المتوسط أوكي هاي عندك شغلة مهم بقانون بواسون أن القيمة المتوقعة تساوي التباين تساوي المتوسط لنفترض أنه مثلا بهذا السؤال الأولاني هذا السؤال طلب منك القيمة المتوقعة والتباين طبعا أنا ما حلينا تعالوا نرجع نحل بعد أن ننزل طالب القيمة المتوقعة والتباين طبعا القيمة المتوقعة والتباين ومتوسط هون ما عطانا متوسط تمام بس عطانا نون ولام القانون القيمة المتوقعة بقانون بواسون اللي هو تساوي نون في لام نون في لام وتساوي تروح الآلة الحاسبة كم عندي النون 50 في لام كم لام 0.01 في 0.01 أفوا طلعت عندي نص إذن وتساوي 0.5 وبما أن القيمة المتوقعة والتباين هنا النفس القيمة وتساوي التباين يعني إذا طلعت المتوسط نحن هنا طلعنا المتوسط عندك بقانون بواسون المتوسط يساوي القيمة المتوقعة يساوي التباين يعني إذا طلب منك القيمة المتوقعة والتباين هي نفس المتوسط إذا طلب الانحراف المعياري بتحط جذر جذر نص لأنه الانحراف المعياري هو جذر التباين طيب خلونا نشوف هات السؤال هات التمرين هات هذا التمرين عم بيئلك أوجد القيمة المتوقعة والتباين هون يعطاني المتوسط ميم تساوي 2 خلص مما أنه ميم تساوي 2 إذا القيمة المتوقعة والتباين تساوي المتوسط وتساوي 2 خلص في سؤالين تانيات إن شاء الله بحللكم يوم بنزلكم فيديو تاني اللي ما بيعطيك قيمة ها جاهزة شوفونا إذا عطق قيمة ها جاهزة كيف تطبق بالسؤال إن شاء الله هلا أول شي برفع لكم دول فيديوهين بعد ما برفع لكم فيديوهين التانية للفيديو التاني إن شاء الله يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا